هنا العريش حيث عادت الفرحة تعم أرجاء وربوع المدينة بفضل جهود القوات المسلحة المصرية واليوم تشهد أرض الفيروز فرحة أبنائها حيث يقيم حزب حماة الوطن حفلة زفاف جماعي لعدد من أبناء العريش وذلك بحضور الأهالي وعدد من المسؤولين محافظة شمال سيناء بالكامل كلها موجودة اليوم لتشاهد هذا العرص وهذا الضفاف الجماعي اللي بيتبنى أمانة حزب حماة الوطن بشمال سيناء تحت رعاية فخامة الرئيس عفتاح السيناء عدد كبير ساعدنا في زواجهم زواج متكامل يعني في جميع التجهيزات تم التجهيزات بمعرفة أمانة شمال سيناء وفي حجد كبير جدا اليوم حرك شايف الحجد بالألافات الناس كلها سعداء بهذا الاحتفال اللي بيرفزه حزب حماة الوطن كل القيادات المركزية وكل أمناء الحزب وعدد كبير من السادة النواب النهاردة جاي بيحتفل بأبنائنا وبيحتفل بعودة سيناء من برسم الإرهاب الغاشم وبيحتفل بانتصار قواتنا المسلحة والشرطة الباسلة على أرض سيناء والحقيقة أجواء كلها بهجة وفرح وسرور الحمد لله رب العالمي احنا في يوم احتفال ويوم استهار ويوم جديد ويوم ميلاد جديد على أرض الفيروس الحبيبة وبنبعث رسالة أمل من على أرض الطبيعة والجمهور اللي موجود والناس اللي على الأرض شايفة كلها ان احنا جاهزين استثمار موجودين تنمية موجودين بنقول لكل العالم أهلا بكم بنشكر حزب حماة الوطن على الزفاف الجماعي وان شاء الله تتكرر مرات عديدة يعني وألف وبروك للعرسان جميعا ربنا تنمي لهم بخير يا رب ان شاء الله والولا حكمة سياسة سياكة الرئيس وكننا شئ لنا نقعد هنا في المكان دعون لنا القصد الكبير دولا ويستمر حزب حماة الوطن في القيام بدوره المجتمعية لتخفيف الأعباء عن كاهل أبناء الوطن والتكفل بنفقات الزواج للعديد من شباب وشبات مدن وقرى محافظات مصر تنفيزا لرؤية قيادات الحزب والقيادة السياسية لخدمة المواطن المصرية والتواصل المباشر مع كافة فئات المجتمع والله سعيدة جدا لأن ابن خالده بقاله ست سنين خاطب والحمد لله ربنا كرمه وهو النهاردة حيتجوم وقدي إيه إحنا سعدة باللي بيحصل النهاردة والأول مرة في تاريخ حياتنا نشوف اللي بيحصل النهاردة بسينة دوت شيء جميل منكم جميل جميل وحياء الرئيس والله حياء والله العظيم أنا مبسوطة خالص لربنا كرم العرائس دي وماني ومتشكلين للرائس ومش عارفة يقول يا ربنا يخليلينا يا رب اللهم تقرأ ع كل اللي عمل فيه عالعبس وعالفرح وعكاتب كتاب عالفرح اللي وصلوها لنا دي حاجة جميلة ودخلت الفرحة والسرور والسعادة على ناس من البلد وإحنا قاين نشاركهم فرحتهم ونحضر معاهم بالتقامل الجميل ده أولاً بنشكر ربنا سبحانه وتعالى والحمد لله وبنشكر حزب حماة الوطن وبنشكر رئيس عدل فتاح السيسي على المجهود العظيم ده والله شكراً إحنا مش كنا متواكعين إن يحصل كده بس والله الفرح جميلة ومع عمر ما شوت فرح دي كده أصف أشكر أكيد حزب حماة الوطن على كل حاجة هم عملوها أحلى فرح حزب حماة الوطن وعد ونفس وكتر ألف ألف خيرهم وشكراً لكل من ساهم من أكبر واحد لأصغر واحد ربنا جزيهم خير إن شاء الله تجبر منهم ألف ألف شكر في خامة الرئيس الله يبرك لهم والله الله يعني نسجد عنهم يوم جميلة جميلة قوي شكراً جد عساد الرئيس أشكر حزب حماة الوطن على المجهود الجامد اللي عملينه معنا على مدار قرابة السلاسة أشهر استمر العمل على قدم وساق لإتمام كافة التجهيزات لهذه الليلة المميزة التي عمت فيها الفرحة أرجاء مدينة العريش وأحياها نخبة من ألمع نجوم الغناء من سيناء وخارجها وذلك بحضور العائلات والقيادات التنفيذية بالمحافظة والقيادات الحزبية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة